أشهد رئيس مجلس الوزراء بالأعمال التي يتم الانتهاء منها في مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة موجها بالعمل على الانتهاء من الأعمال المتبقية في أسرع وقت حتى يكتمل المشروع في صورته نهائية جاء ذلك خلال جولة مدبولي التفاقدية لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة تمهيدا لاستقبال الزائرين وكلف مدبولي بالاستفادة من المقاومات الجمالية للحضيقة التي تتمركز بالمشروع وبسرعة البدء في استقبال رواد المشروع هذا ويقام مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة على مساحة تبلغ 63 فدانا ويضم عددا من المنشآت الخدمية والمطاعم